عادات تدمر دماغك تركها فورا أخي الحبيب هذا الدماغ فيه مئة مليار خلية هو نعمة من الله عز وجل أكرمك بهذه الخلايا لتعمل بشكل متناسق وبشكل معجز لتعينك على قضاء حوائجك لتعينك على التفكير على التذكر تصور معي فقط إذا فقدت الذاكرة فقط الذاكرة هي جزء صغير من مهام الدماغ لو فقدت هذه الميزة ما الذي سيحدث ستنسى اسمك أهلك الشارع الذي تمر به لن تتذكر أي شيء تصور نعمة لا نفكر بها ولكنها عظيمة جدا إذن الدماغ يحتاج إلى الصيانة هناك عادات تدمر الدماغ على رأسها النظر إلى النساء بشهوة وغريزة أقصد فيما حرم الله الدراسة التي تحدثنا عنها عدة مرات والتي قامت بها جامعة كامبرج 2013 أثبتت بشكل يقيني من خلال أجهزة المسح برانين المغنطيسي الوظيفي أن الإنسان بمجرد أن ينظر إلى أنثى عارية أو شبه عارية أو جميلة أو فاتنة أو جذابة هذا النظر يحدث مشاكل كثيرة لديه في الدماغ وبخاصة المنطقة الأمامية التي هي منطقة الناصية ما وراء الجبهة لأن النظر إلى النساء كيف يفهمه الدماغ يفهمه أنه يبدأ بتهيئة الجسم للعلاقة الطبيعية عندما تنظر إلى فيلم إباحي مثلا أو امرأة فاتنة أو امرأة شبه عارية وتنظر إليها فإن جسدك أو دماغك يتعامل مع هذا المنظر على أنه سيجهز نفسه للقاء الطبيعي تبدأ الهرمونات ويبدأ هرمون الدوبامين وهرمونات كثيرة هرمونات السعادة يبدأ الدماغ بإطلاقها إذا تكرر هذا النظر كل يوم والجسم لم يحصل على شيء فإن هناك مشكلة كبيرة ستحدث في دماغك تؤدي إلى تدمير جزء من هذه الخلايا وخلايا منطقة الناصية هي أهم جزء في الدماغ لأنها مسؤولة عن القيادة والتوجه واتخاذ القرار لذلك تجد المدمن من يدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية تجد أنه لا يستطيع أن يتحكم بسلوكه معظم الذين يدمنون على الأفلام الإباحية تجد لديهم مشاكل في بيوتهم مشاكل في حياتهم لذلك يميل للعزلة ليتجنب هذه المشاكل لا يستطيع أن يتخذ قرار صحيح بسبب أنه يدمر أجزاء مهمة من هذه الخلايا في منطقة الناصية المسؤولة عن اتخاذ القرار العمل الثاني الذي يدمر الدماغ أخي الحبيب الكذب يعني أنا أقول لكم أشياء موجودة في الواقع وأصبحت شيء طبيعي نمارسها ولا ننتبه لها المنطقة المسؤولة عن الكذب والخطأ هي منطقة الناصية لذلك الله تعالى قال ناصية كاذبة خاطئة فأنت عندما تكذب وتتحر الكذب وتكثر من الكذب فإنك تكتب عند الله كذابا والكذب يهدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا ياذب الله وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا العادة الثالثة التي تدمر فعلا جزء مهم من خلايا الدماغ النظام الغذاء السيء الوجبات السريعة أكل الكثير من السكر الصناعي أكل الكثير من الشرب استهلاك الكوكاكولا والمشروبات الغازية والمشروبات المحلّة صناعيا إلى آخرين كل هذا أيها الأحبة يدمر الدماغ لماذا؟ لأن الدماغ يستهلك جزء كبير من غذاء الإنسان وبخاصة السكريات فيحتاج إلى العسل يحتاج إلى سكر مستمد من الفاكهة من مصدر طبيعي فالذي يحدث أن الإنسان يدمر دماغه بسبب النظام الغذاء السيء وهناك دراسة في ألمانيا أجرت مؤخرا على أناس يستهلكون الكثير من السكريات الصناعية أثر ذلك على مستوى الاكتئاب لديهم وأثر على مستوى الغضب وقلة الصبر وقلة التحكم بأعصابه لذلك أخي الحبيب الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ آية أعطانا قاعدة ذهبية في آية الآية الأولى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين نهاك عن الإسراف خذ حاجتك فقط طيب ماذا نأكل؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم تأكل من الطيبات الطيبات هي التي خلقها الله كل شيء خلقه الله هو طيب الفاكهة والخضار والحبوب الطبيعية التي خلقها الله والعسل والأشرب الطبيعية عصير رمان مثلا مليء بمضادات الأكسادة مليء بالعناصر مثل الحديد والفيتامينات فيتامين سي وكذا يعني الصيدلية متكاملة العسل غذاء متكامل التمر التمر عبارة يعني بيته الليس فيه تمر أهله جياع التمر مهم جداً يمنحك طاقة وهو علاج لمشاكل كثيرة مثل مشاكل الجهاز الهضمي العسل علاج لمشاكل الجهاز تنفسي القليل من الزنجبيل مهم للقلب والدورة الدموية ونشاط الجسم بشكل عام إلى آخره هذه الأغذية التي خلقها الله ينبغي أن تعتمد عليها في نظامك الغذاء ولا تسرف تأكل حاجة جسدك فقط لذلك أخي الحبيب قد يقول قائل طيب كيف أنقذ دماغي بكل بساطة توقف عن النظر إلى ما حرم الله إذا كنت ممن يشاهد المسلسلات وكذا وبعض الأفلام الإباحية بعض الصور بعض كذا امتنع تماماً عن هذا الموضوع لتنقذ دماغك أو ما تبقى من دماغك وستلاحظ الفرق بشكل كبير جداً حافظ على الصلوات حافظ على أن تنظر إلى القرآن لا تنظر إلى ما حرم الله انظر إلى القرآن كن صادقاً تجنب الكذب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق مريح للدماغ لماذا؟ لأن دراسة تحدثنا عنها قديماً وجدت أن الكذب يكلف الدماغ طاقة أكبر يعني أنت عندما تتحدث بالصدق دماغك مرتاح خلايا الدماغ مرتاحة يعني طاقة بسيطة تصرفها بينما عندما تكذب تحتاج إلى طاقة كبيرة تنهك خلايا الدماغ وكثرة الكذب تؤثر سلبياً على خلايا الدماغ تجنب كل أكل غير صحي كل الأشياء الطبيعية ولا تصرف لذلك أخي الحبيب هذه العادات الثلاثة أو الأشياء الثلاثة يمكن أن تدمر أجزاء من دماغك تجنبها واستبدلها بقراءة القرآن بالخشوع الخشوع ينشط الناصية ينشط خلايا الدماغ الخشوع والتأمل والتفكر بكلام الله تبارك وتعالى الصيام يمنح طاقة للجسم يزيد من طاقة خلايا الدماغ هناك أجهزة أو مصانع للطاقة داخل الخلية الصيام ينشطها سبحان الله وهذه الدراسة تحدثنا عنها مؤخرا فإذا تستطيع أن تكثر من الصوم من الصدق من قراءة القرآن تتجنب النظر إلى ما حرم الله وتعيش حياة طيبة هادئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش حياة طيبة هادئة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر